ترجمة نانسي قنقر وفي هذا الإطار اليوم كينا واحد من الدواد الدكتور أسما بابا وهو أستاذ مقتص في الصيد البحري في جامعة دوكيو واللي عرفت حضور متمييز كي تتشوفون من المنادي الصيد البحري من الأطور وزارة الصيد البحري من المهانيين القطاع مدينة العريش وخاصة تنخص بالذكرة المهانيين الصيد التقريدي الصيد الساحلي ومنذ هذه التبحور صراحة على كيفية تنظيم الصيد في اليابان لتنقولوا بأننا نخطوه كمعيار لتنظيم قطاع الصيد البحري في الدول الإفراقية الصديقة والشارقة لأنك تتعرفوا بأن عدد من الأطور الإفراقية تقوموا بأحد دورة قوينية مع التكنولوجيا الصيد البحري في العريش في إطار تعاون التولاتي اليابان ترجمة نخطوه كمعيارة ترجمة نخطوه كمعيارة ترجمة نخطوه كمعيارة ترجمة نخطوه كمعيارة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر